يا مساء النور على أجمل نجوم ومتابعين إزيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين إيه؟ أهلم بيكم في قناة نجمة الكصص الكاملة معاكم بسمالة صالح قدروا الله وما شاء فعل هونوا عنفسكم دايما بالجملة دي أنتم عملتم اللي عليكم وما شاء الله أن ده اللي يحصل فهونوا عنفسكم دايما علشان تقدروا تستمروا وتتحملوا كل اللي بيحصل بجملة قدر الله وما شاء فعل وما تنسوش أن أنفسكم عليها حق عليها حق أنكم تهونوا عليها ثقة للأيام وريحوا قلوبكم وعقولكم بالردى بالردى بقضاء ربنا وعرفوا دايما أن مهما حصل ربنا سبحانه وتعالى يرضيكم ويجبر خدركم وفتكروا دايما أن اختيارات ربنا دايما هي الأفضل لنا ولو عرض القدر على الإنسان لاختار الإنسان القدر الذي اختاره الله له فقولوا دايما الحمد لله على كل حل بل حمد لله دائما وأبدا وقدر الله وما شاء فعل وحشتني كتير من القصة اللي فاتت وجيلكم بقصة خطيرة وممتعة كتير لأنها بقلم الكاتبة المتميزة يسمينا علاء الدين بس قبل ما نبدأ فرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل قصة جديدة بنقدمها ودي الأسماء اللي انطلبت مني في الكومنتات ويلا بينا نصلى عن نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونستغفر يبنا ونشوف قصتنا بتقول إيه النهار دا وقف قدام العربيات والرجالة مرمية على الأرض ومضغص جدا دي كارثة بقى حاتة عائلة تعمل فيكم كده أنتم مش رجالة أنا مشغل معايا شوية عيال فيه عبد الرحمن فادي الوادي اللي بتتكلم عليه دا مش سهل ومحدش لحد دلوقتي عارف اسمه كل اللي احنا نعرفه إنه هو شغال مع رجالة الضبع وبيخلص مهمات وبيخطفي على طول بس المرة دي هو زودها قول ما بقاش فادي لو معلمتش عليه ارجع للغربوي وقول له هادي هيرجع البضاعة يا ابني انت بتتكلم إزاي هو انت عارف يا فن البضاعة دي عشان ترجعها هرجعها وانت عارف كلمته كويس والزفت ده انا اجيبه تحت رجلي بعد كده وفي مكان تاني كانت وقفة قدام مكتب البص ويا فخورة بنفسها فقالت إلاف خلاص يا ضبع باشا البضاع في المخازن زي ما أمرت وعلمنا على الغربوي اللي شغالين معاه تأمر بقى اي حاجة تانية براوفي إلاف انت الوحيدة اللي بتعرفت نفزي اللي انا بقول عليه ودي مكافئتك ابتسمت وي بتاخد منه المكافئة وي بتقول شكرا لحضرتك عن إذنك وبعد ما خرجت راحت على المركات عشان تشتري حاجات ليه ولسه بتمد إيديها على الرف لقيت واحد بمد إيده أسرع ايه الأسلوب الهامج ده انا اللي كنت أخده ومدت إيدي الأول وانا اللي وصلت ليه الأول مش عشان بنت فكرانا أسيب لك العلبة بس مفيش غير واحدة وانا بحب النوع ده شوف اي حاجة تانية غيرها لا مش هشوف ما تشوف انت وبعد عن طريق انا مش فضيل لك نفاخت إلافوية بتقول هف انت مش جنت اللي علمك ضحك فادي وحط العلبة في عربية التساوق ومشي أما إلاف اتغازك جدا وكمل التساوق وهي عناية على فادي لحد لما حاسب وخرج من المركات اتسحبت واخدت العلبة منه ورجبت عربيتها ووقفت قدامه وخرجت الفلوس من جبه خد ده حسب العلبة شكرا ضحكت وهواقف بصص لها بصدمة يا بنت الحرمية انت لم دقوا يا بنت انت هنتقابل تاني وبعد شوية رجعت إلاف البيت وكانت اختها معها بتذاكر انا جبتلك اكل معايا قمي عشان ناكل ونكمل مذاكرة كويس انت جبت الاكل ده ده انا هموت من الجوع اخبار الشغل ايه تمام وانتي اخبار المذاكرة عاملة معاك ايه الحمد لله كله تحت السيطرة under control مش هتبطلت اشتغل سكرتيرا عند الرجل اسمه الضبع ده ده غريب اوي بجد بيتصل بيك في اوقات غريبة دي طبيعة الشغل مش انا سكرتيرا واوقات بيسافر وبيحتاجني واو كويس وادينا بنكسب منه قومي بقى عشان ناكل فادي كلمة عبد الرحمن وراح على المخازن بتاعة الضبع واخدوا البطاعة منها خد بقى الورقة دي هتعلقها على الباب عشان لما يجي رجالة الضبع يعرفوا هم لعبوا مع مين كويس مش يا فادي انا عارف دماغك بتمشي ازاي بس نصحة مني بلاش تكتب اسمك هم عارفين الحرقة دي من رجالة الغرباوي لا انا يكتب اسمي فاكرني بخاف من حد انت عارف كويس ويبقى احنا كده خلصانين يلا بقى عشان نشوف ورانا ايه وفي مكتب الضبع كان متضايق من اللي حصل دخلت الاف وقعدت فقال الضبع شفت حصل ايه انا مشغل معي شوائب بهايب محدش بيعرف يعمل انا عايزه غيرك انتي انا جاهزة يا باشا شوف عايز نعمل ايه وانعمله في شحنة كبيرة اوي جاية من المينة عايزك تروحي ومعك كم واحدة عشان تأمين الشحنة دي تمام يا بص المرة دي الشحنة هتكون ممنوعات ولا السلاح ممنوعات يا الاف هتفرق معك في ايه كلها صفقات مجبوعة انت بتشتغل فيها مع الموفيا مش بتشتغل في مدرسة خاصة عندك حق استفقى اتوصل الساعة كام وفي الوقت ده كان فادي واقف قدام الغربوي الشحنة دي اهم من اي حاجة وده اتبقى الضربة القاضية في مقتله يا فادي تمام يا كبير اعتبر البضعة في المخزن بتاعتنا اقول لي بس كل المعلومات اللي تعرفها وانا هزود عليها خلي بالك من الصخرة اللي شغال مع الضبع الوقت ده من السهل هو محدش لحد دلوقتي يعرف اي اخبار عنه ولا حتى شكله ولا حتى اسمه الحقيقي مجهول وبينفس كل حاجة في سرية امه ومحدش قدر يكشفه صخر على نفسه محدش هيكسره غيري انت عارفني في الشغل ما عنديش يوم مرحميني انا عارفك يا فادي هو انت لو مش رجل ووحش ما كنت شغلتك معايا انت ايدي اليمين يا فادي تسلم يا باشا على ثقتك وبالليل كانت قادة على الموتسكل بتاعها واللي كان لونه اسود وهي لبس الخوزة وبتابع حركة الرجالة وهما بينقلوا البضاء على العربيات عشان تلاقيه حدي بيتحرك من بعيد شكله مصلب حلو هنتسلى شوية بدل الملل اللي نفيه ده انا جاهزت لكم كل حاجة ثواني وهتشوفوا احلى شغل اتحركت بالموتسكلة عند الرجالة وهي بتقول نفسوا اللي قلتلكم عليه عيسى اتحرك باول عربية وانتم كملوا وراه وانا اللي هسوق اخر عربية الكل اتحرك زي ما مرت يلا دخلت العربية وبدأت تسوق وعبد الرحمن كان في العربية اللي جنبي فادي هنعمل اي دلوقتي يا فادي هنركب قانية عربية احنا هنقسم الرجالة على ثلاث عربيات سيبوا لنا اخر عربية انا حاسس انها حركة من نوم عشان يوقعونا ده اكيد فخ حتى لو فخ عايز اعرف ايه اخرت اللي اسمه الصخر ده انا بحب اللعبة مع الزكي اوي وده شكله مزكي لا ده فنان طب مني عليك وبلشتك في الموبايلك هو انت مرات يا جدعينت وانا مش عارف في ايه ما تنشى فيات كده انت ما عندكش قلب من صاحبك وبيلق عليك بقى يا دي اخرت يا فادي انا بقيت وحش دلوقتي دحك فادي وقال روح يا تشوف انت رايح فين خلي بالك من العربيات وهو عتبعد عن عينك ما تخافش كله تحت السيطرة نزل عبد الرحمن من العربية وفادي كمل ومشي ورا العربية اللي كان فيها الاف دحكت بخبصة وطوهته واستخبت في مغزن وبعدها غيرت العربية بعربية شبهها وخرجت تاني على الطريق وفي الوقت ده كان فادي بيدور عليه لحد لما شاف العربية ونشن على العجلات عشان تفرقع نزلت الاف وفادي قدامها جرايا وحش واخد العربية دي وراح على فين العربية دي تلزمني تخنت صوتها وقالت مفيش عربيات وروح شوف انت رايح فين ابعد عن وشي خرج المصدس من جيبه وهو بيقول خاف على نفسك وغور من طريقه ولا انت مستغني عن روحك لو كده انا ما عنديش مانع خلص عليك الاف قربت منه وقالت انا مش بخاف من اللعبة دي ارمي احسن لك ولسه هيتكلم فادي كانت الاف اسرع منه وضربته على ايده بحركة معينة وقعت السلاح من ايده ضربه في بعض وكانت الاف بتصد ضرباته بس فادي كان اقوى بس مش اسرع منها وقعت الخزل على رأسها عشان يتفاجئ بيها وهو بيقول بتوتر وصدمة انت البنت انت البنت نفسها هو فان ايوة انا بنت وهوريك انا هعمل فيك ايه فادي كتفه وقال ششش ايه دي خالص مش عايزة مدي ايدي عليكي هو الصخرة بدلك عشان خايفي واجيني يا غبي انا الصخرة اللي علمت عليكو على رجالة الغرباو ضربته في رأسه وهي بتقول بس المرة دي مش هعمل حاجة المرة الجاية هتكون نهايتك واللي شفته ده خليه سر اه هسيب لك العربية دي تركب فيها وهركب عربيتك كان ضيخ من ضربتها خد المسدس ونشن على عجل عربيته عشان يفرقع كده ولا انت هتتحركي ولا انا هتحرك من هنا يا غبي انت بقصت كل العجل والطريق ده مقطوع هنروح ازاي دلوقتي بطارة تقولي يا غبي مش انت اللي كنت عايزة تمشي وتسيبيني كده لا انت هتروحي ولا انا وخلينا قاعدين في وش بعض صرخت بغزوه بتقول انت انسان مستفز وحاولت تتحرك بالعربية بس مش بتتحرك نفخت وقعدت في العربية الباب تفتح وقاعد جنبه ليه بنت زي الجميلة تشتغل مع واحد زي الضبع احنا مش هنتصاحب يا اخ انت بتشتغل مع الانيال منه مع الغربوي طيب انا راجل وعند ظروفي بس انت ايه ظروفيك الاف سكتت قطع فادي صمتها وهو بيقول انت لسه هتسقط كتير الليل طويل ومحدش في المكان غيرنا وليلي اسمك ايه طيب مش هقولك هو مش عايزة تكلم معاك اصلا روح عربيتك واسبني في حالي في المكان كنالي مكان بس فادي للسماء وهو بيقول حلو قوي ده اللي كان نقص رعد وبرق الاف ده حكت على حزه وقالت سبحان الله هو يوم زي وشك قاية قفلت ده انت نحس قدم زي وشي يبقى يوم زي العسل انت الطولي اصلا نتحبس مع بعض ده غيرك يتمنى نزرة واحدة مني غيري مش انا وبعدين انت اخد ملب في نفسك كده ليه وانا في الشريشك ليه يا اخوي عشر انا مش اي حد انا فادي الالماني اه انت عايش في دور محمد رمضان عبد الموتة والالماني ونمبر وان اه تسكت بدل مرميك من العربية بتنتي انت لصانك طويل اول مش كفاية اخر مرة سرقتي مني الاكل ادتك حقه لعلمك ما سرقتش وبعدين اختي بتحب النعو ده وزمانها قلقان علي اف الموبايل مش معاي معك موبايل اه بس في العربية استني بس المطر يهدى شوية وادهولك بدل من اتبال وقتها انا اخب برد تترسع لدركسيون انت خايفة تقولي لي اسمك ولا خايفة تقولي بتشتغل مع الضب عليه الرد تعالي بغضب ويا بتقول اف اسمي الاف ومش لازم تعرف بشتغل مع الضب عليه عشان ده ما يخصكش انا مش بخاف من حاجة وبطل تستفزني وتقول لي كده اسمك حلو قوي يا الاف مفروض نكون اعداء احنا اللي تنين شغالين مع اكبر موفيا بس اما شفتك غيرت رأي وسيبك من الموفيا دلوقتي المطر وقف انزل هات الموبايل بتاعك عشان انتصل بحدي خرجنا من المشكلة دي فادي خرج من العربية وراحل عربيت واتصل بعبد الرحمن انا في الطريق والعربية عطلت مني عايزك تجي بكرة الصبح تاخدني هبعط لك اللوكيشن وافق الموبايل ليه بكرة وما جيلك دلوقتي يا فادي انت هتفضل عندك مالش عايز اشوف اخرتها ايه هي مين دي انت معاك نسوان من غيري طيب مش تعزمني يا واطي يا عم تنايل اعزمك على ايه افل انت دلوقتي واعمل اللي قلتلك علي كلمت حد ورا لسه فادي افل هو بيقول اه كلمت واحد صاحبي هيجي اخدني بس بيقول الطريق وايف عشان المطر خدي كلم اختك ايه لافت تسرت على اختها وهي بتقول ايوة يا مه مه بتعب ايه لاف انت فين انا تعبانة اوه سخنة تعالي الحقيني بسرعة ايه لاف بخوف يعني مالك يا حبيبتي انا والله بعيدة جدا والموبايل فصل شحل ومش عارف اوصلك طيب تعرفت خبطي على منرمين جارتنا محدش في الشقاء يا ايه لاف انا خايف قوي وكنت بدع ربنا انك تيجي طيب هعمل ايد الودي ايه لاف بدموع هتصرف يا مه ما تخفيش انت هكون كويسة اكيد شوية برد فهم فادي والاول مرة يتصرف بعطفته دايما معروف ببروده بس المرة دي غير والله في واحد هيجه اسمه عبد الرحمن وهو هيتصرف الاف خافت عليه بس صوت عيات اختها كان صعب فادي خد الموبايل من الاف وهو بيقول اسمعيني كويس لو جنبك مويا الشعبي واخسل وشك وفي ثواني هتلاقي واحد اسمه عبد الرحمن هيجي وهو معا دكتور ما تخفيش قفل مع ما واتصل بصحبه هو بيقول ايوة يا عبدو عايزك تروح لبنت واحد صحبي من غير ما حد يعرف هي تعبنة وسخنة واخد معاك دكتور او خدها لقارب مستشفى طيب اقولي العنوان وانا هوصل الاف لو خايف على اختك اقولي العنوان وهو هيساعدة لا انت ممكن تعمل فيها حاجة انا ما عنديش غيرها هي كل اهلي بعد ما ماته اهلي بسببه اوعدك ان اختك هتكون في امان انا معك ياه ولو حصل لي حاجة انت امي مني خد المصدس في ايدك بس اولي العنوان قالت العنوان وهو قاله العبد الرحمن وبعدها عياتب بخوف لو حصل لها حاجة انا مش هخليك عايش لا انت ولا صاحبك ولا اي حد يقرب لك انا راضي يا ستي واعمل لي رايحك انا مش من طبع ساعد حد بس ما عرفش اللي صعبت علي سكت وهي قلقان على اخطاء وهي محبوسة في طريق مهجور مع عدوها وما فيش بايدها حل تاني استغربت من نفسه ليه قلقان عليها وبعد مدة وصل عبد الرحمن للشقة وما فتحت بصعوبة واول لما شفته واعت واغمع عليه يا انسة يا انسة اسمك ايه يا خرابي دي جسمها سخن كده ليه وشلع ورح بيها المستشفى وبعد وقت خرج الدكتور وبيقول انده سخنية جمدة جدا والحمد للنك لحقته محتاجة طوات تحت الملاحظة 12 ساعة وبعدها تاخد علاج طيب هي هتفوق امتى الدواء ينايمها وهتفوق على بكرة ما تقلقش عليه هي تقرب لك ايه بنت واحد صحبي يعني تقدر تمشيها صدقت العيلة كده الدكتور بصله باستغرب ومشي واتصل عبد الرحمن بفادي ايوة يا فادي البنت في المستشفى وحالتها مستقرة دلوقتي كان عندها سخنية اللاف اخدته الموبايل وقالت ادي نقطة تطمن عليه انا عايز اسمع صدها وتأكد والله يا نايم انا ممكن ابعتك سرطة على الموبايل عشان تتأكدي لا استنى انا هتصل بك فيديو كول الموبايل لو فصل شحن ما ترجعش تصواتي عبد الرحمن خليك جنبها وخلي بالك منها هي في امانتك دلوقتي ما تخافش يا صحبي الى نصف امان هو شوية وصلت رسالة من عبد الرحمن لسورة مهو هي نايمة على السرير وفيه محليل في قده اظن كده انا عملت اللي علي وليلي بقى حكيتك وليشتغلتي مع الضبع بعد موت بابا هو اللي ربان انا واختي وبيصرف علينا طلبت مين اشتغل عشان ارجع حق بابا من اللي قتل ومين اللي قتل ابوك الغرباوي اللي انت شغال معاه وانا مش هضيع فرصة غير لما خلص عليه وقضي عليه هائيا انا لازم ادمره انتو متأكدة ان هو اللي عمل كده مش ممكن ممكن تكون حركة من الضبع عشان يوقعك في الغرباوي هيستفد ايه وبعدين انت خايف عليه ليه ها انا هوصل له على فكرة حتى لو كان في بطن الحوت وما حدش هيمنعني عنه وليلي اسم باباكي ايه وانا هتأكد اذا كان الغرباوي هو اللي خلص عليه ولا لا على اساس انه صدقك انا واسقة انك هتخبل حقيقة علي انا عايزة ساعدك مش اكتر وابسط مثال انك اتطمنت على اختك حاولي تنامي شوية لحد لما نشوف طريقة نخرج بيها من هنا وبعد ساعات فاتت فقت مها ولقيت عبدالرحمن قدامها حمد الله سلام يا امر كده تخدين عليكي الله يسلمك بس هي فين الاف الاف اللي هي اختك مش كده هي لسه مجاتش بس شوية وهتلاقيها وصلت المهم طمينيني عليك حاسة بقى ايه واجع اه جسمي كله بيوجعني انا اول مرة تعب بالطريقة دي بس الحمد لله انك جيت في الوقت المناسب عموما شكرا لك الافو هتديك الموبايل واول لما تحس بتعب ريني رن عليها وهتلاقيني عندي والشاه احمر ودخل الدكتور واتطمن علامه وكتب على علاج وقال لي هترجع البيت الافو قفت على الطريق وجنبها فادي الشاور لقى ايه عربية قلتلك عبدالرحمن جاي هنقف هنا لو ما فيش ايه عربية عدت هنحاول بطل تيقس خلي عندك ثقف ربنا الثقف اللي نجاح ياختي يا بنت بالعقل كده الطريق ده مفوش حد ليه نقف عشان هنحاول يمكن نلاقيه حد يساعدنا اوه شوية وصلت لعربية اللي كان فيها عبدالرحمن اتأخرت عليك يا حبي معلش عبالة لما الانسة وصلت للبيت بطل راغي يلا يا لفركبي مها عاملة ايه هو الدكتور اللي هتخرج من المستشفى اه كتب ليه على خروج وانا كلمت واحدة من الممرضة تقعد معها وتديها العلاج وتعمل لها اكل كمان شكرا قوي انا مديونة لك هو انا هو قدامك مش المفروض الشكر دايك ولا ليه ولا ايه خلوا اللي غير مننا ييجي ويعمل زينا اركبي يا امر احترم نفسك يا ده واظبط كده بدل مظبطك هي تبعك يا شئ انا معرفش اصلي العطب عن النظر وصرها البيت ده رقمي هكلمك اول لما يكون معايا اللي اتفقنا عليه ماشي بس انا لسه عندي كلامي ومش هكتنع بسهولة اما نشوف وما تسبايش الاحداث طلعت الاف شقتها فقال عبد الرحمن احكيت الاف وما هدول مش نوعك المفضل يعني ابتسم فادي وقال ومين قالك الاف دي حدوتها كبيرة قوي غير اي واحدة عرفها السنارة غمزت ولاية كبيرة طيب بما ان الاف طبعك ينفع علق مها انصحك بلاش عشان انت ما تعرفش الاف دي تاكلك بسنان لا يا عم شكلها كيوت انت عايز تخوفني فادي لمس على بشه وقال كيوت بس اديها طرش اسألني انا اللي حصل مش عايز حد يعرف عنه حاجة وخلي بنا وبس ما تخافش يا فادي سرك هو سري من امتى يعني واللي بيحصل بيننا حد بيعرفه العربية تعطلت في الطريق وقابلت فادي وهو سعيدني والفن بتاعي ضاع وكان يوم بصراحة مش معدي والله في ناس لسه كويسة الصراحة اللي اسمه عبد الرحمن ده ماردش يمشي غير لما اتطمن علي وجاب لي ممردة هنا قطر خير والله ان شاء الله هبقى ردله الجميل ده انا افتكرت في بينكم حاجة اصلي كان مهتم بيا قوي مفيش حاجة بيننا ولا بفكر في الكلام ده هو بس بيساعدني عشان كنت محتاجة مساعدة يا سلام متهيقلي كده الموضوع مش كده في اينا في الموضوع ده ولا اينا ولا حاجة يا بنتي فيلي الموضوع ده وعايزك يبطالي اكل من الشارع وكمان مفيش اندومي نعم هو مالو بقى الاندومي ومال الموضوع ده هو اللي تعب واسمعي الكلام عشان تخفي دخلت قدتها وخدت شوار ونامت على السرير وهي بتفكر في كل اللي حصل لحد لما راحت في النوم اما فادي فكان بيفكر في الاف واتطرع على ثلفهم قالوا مين معايا انا فادي يا نسمة عامل ايه دلوقتي طمينيني عنك انا الحمد لله احسن بكتير ربنا ايش فيك الاف فين دي نامت مش عارفة شكرك ازاي عشان ساعدتيني بساعدتي الاف احنا مناش حد بعد موت اهلنا من دلوقتي ما بايتش لوحدك اطبرينا خوجك كبير واي حد او اي حاجة تضيقك اتصل بيه في اي وقت ليه بقى بتهرد علينا المساعدة اهه عادي يعني حسنت انكم مسؤولين مني انت تعرف ازاي باباكي مات الصراحة انا مش فاكرة عشان كنت صغيرة قوي بس الاف قالتلي ان هو مات في حدثة وان صاحب الشركة اللي هي كانت شغالة فيها ساعدنا وهي بتشتغل معا من زمان البقاء لله انا اسف عشان بفكرك ربنا يرحموا يا عباككم وزي ما قلتلك اي حاجة عايزها اتصل بيه انا بقتش غريب ما شكرته وقفلت وهي بتقول في نفسها شكله معجب بايلف ده ولا اي مش معقول يعني يكون بيعمل كده عشان حاجة تانية الا اذا كان في اينا في الموضوع راحت ايلف للضبع وهي بتقول البداعة وسط المخازن يا باشا اي حاجة تانية عملتها ازاي دي يا ايلف انا اتصلت بكي بس موبايلك كان مقفول انا مش فاكرة نسيته فين بس عموما انا هشتري واحد جديد اما بالنسبة اللي انا عملته ازاي انا خبيت البداعة في العربية وخلي بباقي الرجالة التو الرجالة اللي تبعي الغرباوي بنت بميت راجل صحيح طلع لابوك يا ايلف كان راجل اسد هو انت متأكد ان الغرباوي هو اللي قتله اه طبعا متأكد انا هتبلع ليه يعني انت دستي زمان ولا ايه انا اللي كنت واقف جنبك بعد ما عملها الغرباوي فبك وخلص عليه عندك حق انا بس كنت بتأكد من حاجة عن اذنك هو بيقول خدي دا يا ايلف ده من نصيبك من اخر عملية خدت الشيك وقررت انها تغير الشقة وتعد يا اختها في مكان ما يعرفش فادي ان هو يوصل لهم وفي البيت كانت بتقول مع الاختها يعني احنا هنعزل ليه ايه القرار المفاجئ ده انا عايز اعزل زهيت من الشقة وعايز اغير جوه في مكان تاني انت متأكدة من الموضوع ده ما عرفش ليه حسنك عايزة تهرب من حد مثلا حد حد مين ده الله هرب منه انت فاكراني بخاف يعني حد زي فادي ايلف انت تنسي الكلام ده خالص وتنسي فادي انهائيا وتمحي مموخك ما حدش هيقرب مننا يا ما احنا هنكمل حياتنا بعيدة عن الكل حتى بعيدة عن الضبع هنسافر انا وانتي ما استغربت من اختها بس واضح كده انها خايفة عليها وفي حاجة مع الصباح واعزلوا المكان تاني وبعد مرور اسبوع كانت خرجة ايلف من الشقة لكن سمعت صوت غريب جدا بس الصوت ده مش غريب عليها بصت وراها وكان فادي اللي واقف ايه ده مش ماقول بتعملي ايه هنا ايه لي رفعت حاجبها وقالت ايه لي بدل لك يعني احنا معرفة قديمة مش قعداء وجمعنا المطر والرعد لخص يا فادي جيت هنا ليه وازاي اصلا عرفت مكاني احب احتفظ بالجواب ده النفسي بس معايا حاجة مهم تعال دخلي ونتكلم جو جوه فين انت تجنين عايز ندخل شاقتك انت شايفني ايه حضرتك انت ناسي انت مين ده انت الصخرة ادخل يا باش وما تخافش انت في امان كانت هادتحك بس تقشرت ودخلت وادهى الموبايل على فيديو افتحي وشوفي بعينك بس قبل اي حاجة واعدين انك مش هتتهوري وهتسمعي الكلام بس تطلو داست على الفيديو عشان تشوف بابوها واقف وقدامه الضبع والرجالة بتضرب فيه وفي الاخر خلصوا عليه كانت هتقع بس هو الحقها ده ده هو اللي هم يخلصوا عليه يعني يعني انا عيشة 15 سنة في كدبه عيشة مع اللي قتل بابايا وكمان بساعده ازاي استغل صغر سنك واقنعك ان هو مش عدوك الاف انت لازم تبعيد عن الراجل ده الاف كانت في الوقت ده منهارة وحاسة انها في دوامة كبيرة حطت ايديها على قلبها بوجع وحاسة ان نفسها تقيل خاف عليها جدا هو شايف والشاب يصفر حضنع بخوف وقال انا وعدتك ان اجيبلك الدليل معرفش انك هتتقصري كده انا كنت عايزك تبعيد عنه انت واختك انا خفت عليكي الاف بعدت عنه بعد ما هديت وقالت انا غبية انا لازم اخلص علي مش هيعيش لحظة واحدة بعد اللحظة دي لازم اخد حق بابا مسك فادي اديها وقال مش هيحصل انت مش هتكون تاني قريبة منه ده اخر طريقة معا واسيب حق بابا انت ما تعرفنيش يا فادي انا مش ممكن اسيب حقه ابدا لو كان فيها ايه باللازم لو فيها موتي طيب عشان خطر اختك هي ملهاش غيرك فقري بالعقل ممكن تاخد حقك بس من غير المشاكل قصدك ايه يعني عايز نشتغل مع الغربوي لا يا الاف عايزي بتبطي شغل المافيا ونبدأ من اول وجديد حياة جديدة بعيدا عن القرف ده ليه يمكن يمكن عشان بحبك وبحاول اوصلك وانت تتهرب مني الاف قارب جد مش هعايز غير اننا نكون مع بعض ارجوك وفقي هننزل من هنا على الاسم وهنسلم نفسنا ونشهد عليهم سجدت الاف وبعد كده قالت هنتسجن حتى لو تسجننا دي فرصتنا الوحيدة اننا ننضف من كل القرف ده وفقي علشاني وعشان نفسك فتحت الباب وخرج ببيضو ودخلت لختها اللي كانت قاعدة تتفرج على الكارتون بمنطها البرقة الاف انا زيت من المذاكرة وقلت عود اتفرج عليه شوية انت مكشرة كده ليه مين دايقك طب مني عليك محدش يقدر يدايق اختي انا غير هدومي وعد اتفرج معك وهم قاعدين نعمت مها والاف بس طلعا كتير حقك علي يا مها انا ربيتك بفلوس حرام بس اوعيدك بعد كده مش هتكلي غير من الحلال وبس وتاني يوم رحت الاف مع فادي على الاسم وقالوا كل اللي يعرفوا عن الضبع والغربوي كان لازم يتمسكم وتلبسين عشان كده كملت الاف شغل مع الضبع وفادي مع الغربوي عشان يوقعوهم في الفخ يعني ايه مش عايزنا اشتغل معك ده من امتى ده انت اللي جايبني الشغل ده عشان اللي شغلتك انا بقول لك يبعد يا عبدو انت نظيف وبلاش الطريق ده سيبنا خلص اللي تدبست فيه طيب ومين هيصرف على علاج امي يا فادي الشغل ده بيجيب لي فلوس انا عملتها عشان تبعدني عنها يا غبي يا غبي انا خايف عليك خليك واصق فيه ابعد عن طريق الغربوي اقول لك على حاجة اعرف الارض بتاع تابويا انا هبيعها واخد فلوس هعمل بيها مشروع ليك مين برضو هيصرف على علاج امي يا فادي الشغل ده بيجيب لي فلوس ما انا بقول لك ها هبيع الارض ويعمل مشروع واشتغل انت انت شاطر ودمغك حلو وتقدر تنجح المشروع عبدالرحمن كان مستغرب من اسرار فادي بس سمع كلامه وخد فلوس الارض وقرر يعمل مشروع وقدر انهم يوقعوا الغرباء والضبع في شر اعمالهم واتقبض عليهم وعلى فادي وإلاف وماها كانت منهارة ومش عارفة تعيشي ازاي من غير اختها مها إلاف بعطتلك الرسالة دي فتحت معا الرسالة وكان فايز بصوت إلاف مها يا حبيبتي حقك علي انا اتخذ عطف الضبع ما كنتش عارفة ان هو السبب في موب بابا بس دلوقتي انا خدت حقي منه وسجنته استمحين يا مها روحي مع عبدالرحمن هو عايش مع مامته عايشي معهم لحد لما خلص مدة استجن وبعدها هخرج وارجعلك ونعيش مع بعض بس المرة دي هنعيش بفلوس حلال مش بحراء مسحة دمع وبسط لعبدالرحمن العربية جهزة ودي فلوس فادي مش فلوسي انا هدبك شغال بي ما تخفيش دي فلوس حلال انت اعتواضي مع ماما وهتحبيها قوي صحيح انت عندك كم سنة تسعتاشر سنة بس انا ممكن اشتغل واصرف على نفسي ليه هو انا مش مالعينك يا بنت انتي ماما مستنيك وبعد سنين خرجت الاف وفادي من السجن وتجاوز وكبروا المشروع بالحلال بعد ما عبدالرحمن كان بيطعم وبيصهر عليه ليالي وبقى عبدالرحمن وفادي من اكبر رجال الاعمال وتجاوزت معا من عبدالرحمن وعاشوا ابطالنا في سعادة بعد ما بعضوا على الحرام واتجهوا الربنا وبقوا بيأكلوا بالحلال وعاشوا ابطالنا في سعادة والحد هنا اقدر اقول زين وكن خلصت قصتنا يا حبايب قلبي حب اعرف رأيكم فيه وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل قصة جيدة بنقدمها وينتظروني في قصة تانية جميلة جدا وبإذن الله اتعجبكم بحبكم كتير دمتم في حفظ الرحمن ورعايته مع السلامة